موسيقى مشاهدينا ياهلا مرحبا فيكم في برنامجكم المؤشر هذا اليوم الثاني مشاهدينا متدولة بورصة الكويت لهذا الأسبوع حتى هذه اللحظة يعني تباين واضح في حركة التداول السوق العام والسوق الأول مكتسي باللون الأخضر السوق الرئيسي مكتسي باللون الأحمر وبسير النغذية قبل إغفال باب المزاد واصل عندنا إلى خمسين مليون دينار لكن سريعا نتجه إياكم إلى استدوهاتنا في بورصة الكويت وزمين عايد للي رح يضعنا في الصورة حول تداولات هذا اليوم عايد نسيك الله بالخير ضعنا في الصورة يا عايد مساء الخير يوسف مساء الخير مشاهدينا الكرام أهلا وسهلا بكم فعلا يوسف هي جلسة متباينة الأداء حتى هذه اللحظة لكن اليوم السوق الأول أفضل حالا من الأيام الماضية انتفض بيتك بعد أن تراجع في أثناء الجلسة وكذلك الوطني عدلوا من أوضاعهم بعد تراجعات حادة في بداية الجلسة ومن تصف الجلسة ولكن بعد ساعتين تغريبا تعدلت الأمور بالنسبة للسوق الأول ما زالت جلتي في المنطة الخضراء كذلك تعدلت كثير من شركات السوق الرئيس السوق الأول فيما السوق الرئيسي اليوم تعرض لعملية جني أرباح لبعض الشركات لكن تراجع التجاري أثر عليه بصورة واضحة وقاعد أشوف في هذه اللحظات شركات اليوم دشت على الخط وصار فيها تداولات جدا طيبة وارتدت ارتاج جدا طيب كأكثر من شركة طبعا لم يجال حصر أمانتنا في هذه اللحظات ولكن كوضعام وضعام جيد حتى لحظة ممكن يعدل السوق الرئيسي وتدهب جميع المؤشرات إلى المنطة الخضراء نذهب مباشرة المشاهدين الكرام لإقفال هذه الجلسة وننتظر ماذا سوف تسفل عنه إن شاء الله ولكن إن شاء الله سوف تسفل عن لون أخضر لجميع المؤشرات وهذا المتوقع هذا المتوقع مشاهدين الكرام في بداية هذه الجلسة والذي قاعد أشوفه حتى هذه اللحظة يعني تعديل على أكثر من شركة وواضح الرؤية الإيجابية مشاهدين الكرام على كثير من شركات السوق في هذه اللحظات ودشين المزاد صارنا 40 ثانية وقاعد نشوف الأمور تتحسن الأمور تتحسن للأفضل والوطني حاليا يطلب بالحد الأعلى 283 ويعرض بالحد لدنا 411 بيتك يطلب 402 بالحد الأعلى ويعرض 59 ألف الطلبات تفوق العروض كذلك بورقان الطلبات تفوق العروض مشاهدين الكرام كذلك أرزان الطلب يفوق العرض استثمارات الوطنية الطلب يفوق العرض أقل بشركات الطلبات تفوق العرض كذلك عقارات الكويت الطلبات تفوق العرض مشاهدين الكرام الطلبات تزداد في نهاية هذه الجلسة ووضعي إجيلتي كذلك الطلب يفوق العرض لا العرض أكثر العرض 938 والطلب بالحد الأعلى 471 لكن ما أدي شم تاريخ سعر التوازن بالضبط من بين معي لكن زين كذلك لحد الآن جرتي 319 319 راح تكون زين زين كذلك بطلبات تفوق متقاربة العروض ووضعية جي أفتش يطلب مليون أمي واربعين بالحد الأعلى جي أفتش ها هي الإغفالات ها هي الإغفالات المشاهدين الكرام في نهاية هذه الجلسة وقاعد نشوف الوضعية الإيجابية في نهايتها واللاحظ يعني ما تغير شيء أمانتها ما تغير شيء باستثناء السيولة اللي ذهبت إلى 53 مليون 900 ما تغير شيء الوطني يتراجع أربع فلوس الخليج صاعد فلسين أهلي صاعد خمس فلوس الدول يتراجع فلس لكن بورقان فلس صعودا بيتك بيتك ذهب إلى 723 فلوس صعودا بوبيان أربع فلوس الكويتية كذلك بأربع فلوس استمارات وطنية خمس فلوس المشاريع تتراجع ثلاث فلس أرزام بصعود فلسين أعيان بصعود فلس اللاحظ الامتياز بيتراجع فلسين فاصلتين عقارات الكويت بصعود فلس ونلاحظ الصالحية العقارية مشاهدين الكرام بصعود فلسين يعني قاعد نشوف أكثر من شركة بوضعية جدا إيجابية ونشاط واضح على هذه الشركات تجارية العقارية مثل ما ذكرنا مشاهدين الكرام 135 ونشاط إيجابي صناعات وطنية تستقر في نهاية الجلسة الكيبلات على استقرار السفن 3 فلوس اتفاعا بوبيان متكماوية 7 فلوس لبوبيان متكماوية 7 فلوس صعودا وفيما باتشر باتشر أخر يوم لبوبيان متكماوية للسنة المالية المنتهية في 30 أربعة من كل عام إجلتي كذلك 3019 مطلوبة زين تتراجع في لسين هيمونسوف 3 فلوس صعودا والأفكوف 3 فلوس صعودا والجزيرة 20 فلس فيما نلاحظ بنك وربا 3 فلوس بنك وربا اليوم تاريخ الحيازة أعتقد وربا اليوم تاريخ الحيازة لوربا مشاهدين الكرام لذلك وربا اليوم متألق وصعود جدا طيب لوربا فيما طبعا 3 فلوس مطلوبا 187 ستي سي باستغرار وميزان بتراجع والمتكاملة بتراجع لكن البورصة 26 فلس والغانم يتراجع 8 فلوس في نهاية هذه الجلسة لو معدل التجاري شاهدنا مؤشر السوق الرئيسي في المنطة الخضراء التجاري تراجع 4 فلوس الخصوصية فلس الميدان 11 فلس تراجع عن التسهيلات بـ 5 فلوس لكن عندي إيفا اليوم اليوم مجموعة إيفا تقريبا جميع الشركات في المنطة الخضراء جميع الشركات إيفا ومشاهدين الكرام في المنطة الخضراء في نهاية هذه الجلسة ونلاحظ فيوتشر كيد سكر 152 فوق المغاومة 151 كان دائما يوصل لها المغاومة ويتراجع دخول غو جدا كان ظهر بالمزاد على فيوتشر كيد ذلك يقفل على 152 الساحل بارتفاع البيت بارتفاع ونلاحظ تراجع الخليجي وابيان وأصول فيما كان في المنطة الخضراء وينكاب كذلك بـ 8 فلوس مشاهدين الكرام ومدار بـ 17 الفلس واكتتاب بـ 20 الفلس الصفات وصكوك والتمديل الاستثماري على تراجع لكن نور والإماراتية وراسيات وآسيا جميعهم في المنطة الخضراء كويت للتأمين بتراجع لهلية للتأمين بارتفاع 15 فلس لكن وربع للتأمين تراجع 5 فلوس وأولى التكافل بـ 5 فلوس وعندي وثاق للتأمين التكافلي فلس ونص عودا ونلاحظ الممتحدة بتراجع والله صبقات كثيرة قاعدت مرة مشاهدين الكرام خاصة على جي أف إتش جي أف إتش وكذلك راسيات وللاحظ الارتباعات الجيدة على أكثر من شركة التمدين العقارية بتراجع الوطنية العقارية تقفل على ميواثنين مطلوبة مليون ومتين واثنين وخمسين عربية عقارية بتراجع الإنماء بيرتفاع فلس ونص لكن إنجازات 3.1 تراجع سنان فلسين صعودا وهي العقارية عشر الفلس وعقار والعقارية ومزايا جميعهم في المنطقة الخضراء لكن عندي تأتجارة وأرجان ومنشآت جميعهم في المنطقة الحمراء وكذلك مدينة الأعمال ومنازل وميناء فيما اسمينة الكويت بثمانة الفلس ارتفاعا وبورتند المتراجع والورقية بتراجع معادن والسكب في المنطقة الخضراء فيما نلاحظ المعدات المتراجعة الاستهلاكية عندي فلسين صعودا واربا كابتل والسينما بتراجع مع سينيرجي لكن مركز سلطان وعربي قابضة بيرتفاعات جدا جيدة وأريدوا بفلس تراجعا مع الرابطة ونابسكو بصعود عشر فلوس والمعامل بتراجع لكن تخصيص منطقة الخضراء والتحصيلات بتراجع لكن عندي أبار بثلاث فلوس الصعود اللي أبار وإيفا فنادق بخمس فلوس ارتفاعا كذلك لكن المشتركة والنخيل بتراجع أسس ويوباك ومشاعر وانبرد وسور جميعهم منطقة الخضراء لكن حياتكم تتراجع في هذه الجلسة ونلاحظوا مشاهدين الكرام منتزهات كذلك لمنطقة الخضراء الحمراء لكن عندي أنا فيوتشر كيد يقفل على 152 دخول الظاهر المزاد قوي جدا بتداولات بدأت من أمس واليوم تداولات قوية جدا على فيوتشر كيد 7 مليون و 266 بإغفال اليوم بإغفال قوي جدا 7 فلوس ارتفاعا جياد بعد أن كانت مرتفعة جلسة تراجعت والمواشي بتراجع والغابة المصرية تستغر لكن عندي ونفس المنار بتراجع وكذلك جي تي سي المتراجعة لكن شمال الزور اللي صاعد في هذه الجلسة ونلاحظ مشاهدين الكرام ارتفاعات إيجابية لكثير من شركات السوق في نهاية الجلسة وخاصة للسوق الأول والسوق الرئيسي مشاهدين الكرام عدل من وضعيته لكن التجاري وتراجع أثر بصورة واضحة على حركة التداول بالنسبة للون مؤشر السوق الرئيسي إن شاء الله تتعدى الأمور الأفضل بجلسة الغد ونشوف جلسة إيجابية خضراء بكل المغاييس وشرائية نتمنى ذلك خاصة المشاهدين الكرام مع عودة الشركات القيادية للمنطقة الخضراء والقوة الشرائية الكاملة في هذه الجلسة حتى وصلنا في هذه الجلسة حتى اللحظة 55 مليون دينار كويتي 55 مليون دينار كويتي وهو أمر جدا طيب مشاهدين الكرام فقدنا في الأيام الماضية طبعا أثناء التراجعات 44 42 43 اليوم وصلنا إلى المساعدة التي كان فيها السوق صاعد فترة الماضية اليوم 55 مليون نأمل في جلسة الغد جلسة سمتصف الأسبوع أن تتحسن الأمور إن شاء الله ونشوف جميع المؤشرات في المنطقة الخضراء وكل الشكر لك يوسف وكل الشكر لمشاهدين الكرام كل شكر لك يا عايد على هذا الإضاح حول هذه الجلسة من تدولة بورصة الكويت لهذا اليوم وهي الجلسة الثانية يعني مشاهدين مثل ما ذكر زمين العايد 55 مليون هي كانت السيولة النقدية في تدولات بورصة الكويت لهذا اليوم ونلاحظ أكثر الخمس شركات ارتفاعا في عملية السيولة يعني كان من نصيب أجيلتي أجيلتي كانت في الأمس في أول تدولات بورصة الكويت والجلسة الأولى لهذا الأسبوع وصلت كانت تغريبا السيولة فيها 17 مليون في جلسة الأمس اليوم عندنا السيولة النقدية في شركة أجيلتي بالنسبة لعملية التداول 9 مليون دينار تلاه هذا الشيء بيتك في قيمة وصلت أيضا إلى 9 مليون دينار بنك الكويت الوطني 6 مليون دينار شركة الاتصالات زين 2 مليون و300 ألف دينار الشركة الوطنية أو وطنية مليون و800 ألف دينار مشاهديننا قبل أن نتقل مرة أخرى إلى سدوهاتنا في بورصة الكويت سريعا نسوي مقارنة بين جلسة اليوم وجلسة الأمس جلسة اليوم ضد الصفقات عندنا 15213 صفقة جلسة الأمس 12378 صفقة الكمية المتداولة في جلسة اليوم 216 مليون وجلسة الأمس 205 مليون سهم إجمالي السيولة النقدية في جلسة اليوم 55 مليون وبعد إغفال باب المزاد وجلسة الأمس وصلت معنا إلى 51 مليون نقدر نقول الفرق 3 مليون دينار وما زالت هذه الجلسة يعني تشابه جلسة الأمس في التباين في اكتساء المؤشرين في اللون الأخضر ومؤشر واحد في اللون الأحمر مشاهديننا أيضا لتسليط المزيد من الضوء على أداء السوق الكويتي يسعدنا أن ينضم وياننا من البورصة المحلل المالي الأستاذ حسن بمجداد أستاذ حسن بعد التحية تقييمك اليوم على أداء السوق في هذه الجلسة قبل الأخيرة متداولات شهر إبريل نعم أرحب فيك أخي يوسف وبإخواني مشاهدي تلفزون الكويت طبعا شفنا الضغط على السوق في الأسبوع الماضي من سهم جلتي تقريبا في يوم الخميس الماضي شفنا قلة العروض على هذا السهم شفنا عمليات شراء شفنا طلبات يعني آخر جلستين الأحد واليوم الأثنين طبعا اليوم النصف الأول من الجلسة أخوي يوسف كان المؤشر في المنطقة الحمراء يعني كان هناك انتظار ترقب رؤية المؤشرات فتقريبا اليوم الساعة شفنا دخول وشراء على سهم بيتك فتح الطريق للأسهم أخرى شفنا كذلك شراء على الوطني سهم زين أرزان غيرها من الأسهم فشفنا نوع من الأريحية شفنا من نوع من الإيجابية في الارتفاعات طبعا السيولة اليوم وصلت إلى ما فوق الخمسين مليون دينار وشفنا قيادة اليوم لسهم بيتك للتداولات جني ربح في نهاية الجلسة على سهم أجلتي طفيف وشراء على سهم بيتك فالجلسة كانت إيجابية طال انتظارها بعد الضغط اللي شفنا على سوق الفترة الماضية كان طبعا مصحوب بموضوع توزيع المنح على سهم بيتك والوطني وتأخر الجمعيات العمومية لكثير من الشركات أكثرها في شهر مايو المقبل ناهيك أخي يوسف عن موضوع إعلانات الربع الأول إعلانات الربع الأول آخر موعد سيكون في 15 خمسة وكثير من الشركات لا سيما بعض البنوك حتى الآن لم تعلن فسيكون هناك تداخل في التواريخ سيكون هناك إعلانات للربع الأول في آخر تقريبا في النصف الأول من شهر مايو مصحوب بتفسيخات وتواريخ حيازة فتأخر هذه التوزيعات يعني ألقى بضلالة وضاقط على السوق في الفترة الماضية إن شاء الله تكون بيانات الربع الأول وخصوصا قطاع البنكي داعم للسوق ونشوف أرباح جيدة للشركات الاستثمارية التشغيلية تدعم المؤشر ونشوف ارتفاعات وحركة إيجابية في الجلسات المقبلة نعم، أستاذ حسن تقييمك على أداء النتائج المالية للقطاع المصرفي بالتحديد خلال فترة الربع الأول من هذا العام نعم، طبعا القطاع المصرفي هناك استفادة من ارتفاع صافي إرادات الفوائد أو هامش الفائدة فشفنا بشكل إيجابي واضح في البنك الوطني ارتفاع 9% في الأرباح لكن بيت التمويل طبعا وضع نوعا ما يختلف بسبب الاندماج أخو يوسف والمصاري في هذه الفترة هناك بعض المخصصات فما شفنا ارتفاع كبير في الربع الأول بالرغم من ارتفاع هامش الفائدة فاعتقد ممكن نشوف التحرر أو بداية دخول بيت التمويل في الربحية الجيدة أو تأثير هذه الاندماجات في الربع الثالث عند تخلص من بعض المصاريف في الربعين الأول والثاني فاعتقد هذه النتيجة لبيت التمويل المقبولة وجيدة كذلك بانك بوبيان كان هناك ارتفاع في الأرباح ومدعوما من خفاض التكاليف وزيادة الإرادات التشغيلية فشفنا ارتفاع 21% لأرباح بانك بوبيان مدعوم من هذه الأمور وانشاء الله على هذه الشكلة نشوف أرباح جيدة لباقي القطاع البنكي في الأيام المقبلة استاذ حسن نربط شوية الأمور في بعضها أخبار جيوسياسية أخبار اقتصادية بالنسبة للبورصات الخليجية والعربية وأيضا البورصات الأجنبية والعالمية هناك ترقب حذر الاتجاه في أسعار الفائدة يخذ على الفترة القادمة لعام 2024 هذا الأسواق عندنا في الدول الخليجية تتأثر بهذه التصريحات بالمسؤولية في الفدرال الأمريكي والمتعلقة بالتحديد بهذا الشأن اللي هو السعر الفائدة نعم دعني أوضح أمر أخي يوسف طبعا موضوع تخفيض أسعار الفائدة يعني لا محالة هناك تخفيض لأسعار الفائدة ولكن الاختلاف عن موعد هذا التخفيض هل سيكون في شهر يونيو أم سيتأخر والأمر الثاني وطيرة تخفيض الفائدة هل ستكون بوطيرة سريعة بربع نص نص نقطة بشكل سريع كما ارتفعت في 2022 أم ستكون بوتيرة بطيئة وبمرات قليلة في 2024 طبعا هذا يعتمد على بيانات التضخم هل البيانات وصلت إلى ما هو يعني مطلوب من انخفاض في المؤشرات مؤشرات CPI مؤشرات أسعار المنتجين أسعار السلع أسعار النفط وغيرها هناك تركيبة ومعادلات يعني يدرسونها الفدرالي هل وصلت هذه الأرقام إلى يعني نطاق يمكن البدء بتخفيض الفائدة أم سيكون هناك المزيد من التأخير أعتقد أخي يوسف أن الأسواق تأقرأ هذا الأمر بشكل إيجابي حتى لو شفنا انخفاضات أو تذبذب أو تباين في المؤشرات ما زال يعني هذا الأمر محل ترقب الأسواق للدخول في الإيجابية وليس مؤشر سلبي كبداية 2022 فإن شاء الله يكون هناك حسم للأمر في الفترة المقبلة ونشوف بداية تخفيض الفائدة في شهر يونيو أو في شهر أغسطس المقبل سيد حسن سؤالنا الأخير ما مدى تأثر الأسواق المالية بحركة أسعار النفط خلال عام 2024 لا سيما في ظل التوترات الجيوسياسية نعم طبعا السوق الخليجي أخوي يوسف هناك شيء يسمى معامل ارتباط بين أسعار النفط وحركة الأسواق ولكن ما لاحظنا وما رأينا من رسومات بيانية بأن هذا الارتباط ليس لحظي يأخذ بعض الوقت وعند بقاء الأسعار النفط في مستويات معينة متدنية تبدأ ميزانيات دول مجلس تعاون تظهر نشوف الفارق في سعر التعادل ولكن إذا كان هناك نطاق المقبول أو المعروف في عركة أسعار النفط اعتقد يكون هناك تأثير وقتي بسيط على هذه الأسواق ومن ثم يتم زجاهل هذه الحركة في أسعار النفط فتأثير أسعار النفط لا شك أن يلقي بضلاء على الأسواق ولكن في أسعار معينة وعند انخفاضة بشكل كبير وظهور تغيير كبير في الميزانيات نعم يعني المحلل المالي الأستاذ حسب بمجداد شكرا نزلك على إيجابتك وهذه المعلومات حول أداء بورصة الكويت وأيضا حول إيجابتك أيضا بالنسبة للفدرالي الأبريكي وأسعار النفط مشاهدين جلسة متباينة يعني لاحظناها في بورصة الكويت وهي تشابه جلسة الأمس السوق العام مكتسيب اللون الأخضر السوق الأول مكتسيب اللون الأخضر السوق الرئيسي هو فقط مكتسيب اللون الأحمر فتباين واضح سيولة النقدية ارتفاع فيها بسيط أربعة مليون دينار نتمنى بإذن الله تعالى أن تكون الإيجابية خلال هذه الفترة وبالتحديد مع إعلان النتائج في الربع الأول نلقاكم بإذن الله في حلقة جديدة في الصباح الباكر ليوم غد حتى هذه الأحيان نترككم بحفظ الله ورعايته وفي أمان الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر